انابا سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس امناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد الخليفة لافتتاح معرض متحف البحرين الوطني الذكرى الثلاثون نظرة استعادية والذي يقام تحت رعاية سموه بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والاثار بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس المتحف وضمن احتفالات هيئة الثقافة بالاعياد الوطنية وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة اصدق التهانية والتبركات الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مدس الوزراء حفظهما الله بمناسبة احتفال مملكة البحرين بعيادها الوطنية وأكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة على مواصلة العمل لتعزيز الحراك الثقافي والفكري في مملكة البحرين والتشجيع الاستثمار في الثقافة لما تتميز به المملكة من مقاومات وتاريخ عريق وتراث غني يسهم في ترسيخ مكانتها وصورتها كمركز ثقافي وحضاري وأشار سموه إلى ضرورة التوعية بدور المتاحف في نشر الثقافة في المجتمع لما تشكله من واجهة حضارية وثقافية هامة وإسهامه الكبير في تنمية القطاع السياحي والثقافي وموردا مهما للتنمية المستدامة ومن جانبه عرب سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد الخليفة عن سروره بافتتاح هذا المعرض نيابة عن سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة منوها بدور هذه المعارض الوطنية التي تبرز جوانب مضيئة من تاريخ مملكة البحرين العريق وتراثها الغني وهنأ سموه هيئة البحرين للثقافة والأثار بافتتاح معرض المتحف الوطني والذي يسلط الضوء على مسيرة حافلة من تاريخ متحف البحرين الوطني كشهد على ماضي البحرين العريق وابراز التراث والهوية الوطنية مشيدا سموه بجهود هيئة الثقافة في التعريف بتاريخ البحرين من خلال متحفها الوطنية التي تزخر بالكنوز الحضارية والتراثية الوطنية وتعزز من مكانة المملكة كمركز ثقافي وحضاري من جانبها قالت معالي الشيخة مي بن تمحمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار إن مملكة البحرين وبفضل الدعم المتواصل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تسير على الطريق الصحيح نحو صناعة حراك ثقافي ينافس على المستوى الإقليمي والعالمي متوجهة معاليها بجزير الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله لرعايته المعرض قائلة إن البحرين تتقدم بثقة نحو تعزيز بنيتها التحتية الثقافية وأضافت يواصل متحف البحرين الوطني نحو إثراء حياتنا الثقافية بشتى أنواع النشاط الحضاري وأكدت معاليها أن الثقافة هي الأداة الرئيسة في صناعة التنمية المستدامة مشيرة إلى أن متحف البحرين الوطني يعكس غنى تاريخ البحرين العائدي إلى آلاف السنين